أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارته إلى صربيا تأتي في توقيت حيوي لتعكس مدى الأهمية التي توليها العلاقات الثنائية وأعرب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي أليكزاندر فاتشتش أن مصر تتطلع لتعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات أتطلع إلى تحقيق نتائج مصمرة خلال هذه الديرة والتي تأتي في توقيت حيوي لتعكس مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدين وحسن المشترك على الانتقال بها إلى أفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا أود أن أؤكد على تطلع مسئلة تعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات في دوق ما يربط بلدين من علاقات تاريخية ثارية سواء على المستوى الصنائي منزبط للعلاقات الدبلوماسية في عام 1908 أو على مستوى متعدد أطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم الانحياز والتي احتفلت صربيا في شهر أكتوبر بالذكرى الستين لأول مرة استضافته بالبراد للحركة